خيوط التحقيقات في فوضى الأربعاء الأسود كما لقبه الأمريكيون تصل إلى نتيجة أولية أخرى فقد أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن مراجعة خلصت إلى أن موظفين متعاقدين حذفوا ملفات دون قصد مما أدى إلى تعطل نظام كومبيوتر رئيسي فأسفر ذلك عن تعطيل أكثر من 11 ألف رحلة جوية في الحادي عشر من يناير الجاري وأضافت إدارة الطيران الفيدرالية أن المشكلة حدثت أثناء عمل الموظفين على تصحيح التزامن بين قاعدة البيانات الرئيسية الآنية وقاعدة بيانات احتياطية وأوضح المسؤولون أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن العطل المربك خلفه هجوم إلكتروني أو نية خبيثة ووفقا لنتائج سابقة للتحقيقات الأولية فإن العطل كان خلفه خلل تقني في نظام مهم يرسل تنبيهات عن معلومات السلامة لطواقم الطائرات ويعرف هذا النظام باسم نوتان لم تختبر الولايات المتحدة حادثا مماثلا خلال نحو عشرين عاما فبحسب بيانات لشركة سيريوم للتحليل الجوي فإن نحو إحدى وعشرين ألف وأربعمائة طائرة تأثرت بالعطل وهذه الطائرات كانت ستقل على الأقل مليونين وخمسمائة ألف مسافر في الولايات المتحدة عبر رحلات منها أو إليها ولا توجد حتى الآن تقديرات نهائية بشأن الخسائر المادية التي منيت بها البلاد جراء هذا العطل